هنا السؤال أيضا من أخونا عبدالله سأل عن يقول بالنسبة لمسافة ثمانين كيلو متر لماذا حددت بك ووضعت على أنها هي مسافة القصر هذه المسافة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم الحديث الصحيحي يوم وليلة يعني كأنه قال عليه الصلاة والسلام أدنى مسافة سفر واليوم والليلة تعادل أربعة برد اليوم والليلة ويعبر بعض الفقها عنها بيومين قاصدين يعني أربعة برد والبريد أربعة فراسخ معنى ذلك تكون ستة عشرة فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال فإذا ضربنا ستة عشر في ثلاثة يعني ثمانية وأربعين ميلا هذه كلها بالتقديرات القديمة إذا أردنا أن نحولها بالتقديرات المعاصرة فثمانية وأربعين ميلا تعادل ثمانين كيلومترا فهذا هو أصل هذا التحديد يؤيده الآثار المروية عن الصحابة فكما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقولان الأهل مكة يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون كالاتفاق أو كالإجماع والصحابة لا شك أنهم أعلموا الناس بشريعة الله وأعلموا الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا الناس أيضا بلغة العرب فهذا التحديد المروي عن الصحابة والمستنبط أيضا من هذا الحديث هذا هو الأقرب في تحديد أقل مسافة للسفر ومن أهل العلم يقول أن المرجع في ذلك للعرف لكن العرف مضطرب يعني العرف في وقتنا الحاضر يصعب تحديده ما هو العرف الآن ما العرف في السفر يصعب تحديده ولذلك لو خرج مجموع من طلاب العلم وأرادوا تحديد العرف في السفر لا اختلفوا فالعرف في السفر مضطرب هنا في تحديد المسافة ولذلك الأقرب هو هذا القول وهو قول جمهور أهل العلم وهو أن أقل مسافة للسفر هو ثمانون كيلو مترا وكما ذكرت هذا هو التقدير المعاصر لكن بالتقديرات السابقة أربعة برود 16 فرصخة 48 ميلا ومما يدل لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بقي ما بين المدينة إلى مكة عشرة أيام وعشرة أيام معنى ذلك أنه في كل يوم يقطع كم كيلو الآن المسافة ما بين المدينة و مكة 400 كيلو مع ذلك يقطع في كل يوم 40 كيلو 40 كيلو وهذا يؤكد ما ذكر وفقها من قول يومين قاصدين أو يوم وليلة فإذا قلنا 40 و 40 أصبحت 80 يوم وليلة يعني 40 و 40 أو يومين 40 و 40 تكون 80 كيلو مترا